أعلن المجلس العسكري في النيجر إجراء تغييرات واسعة وشاملة على قيادات الشركات الاقتصادية والمرافق العامة وشملت التغييرات وفق نص المرسوم التنفيذي وقعه رئيس المجلس عبد الرحمن تياني إنهاء مهام المدير العام لشركة الكهرباء النيجرية شركة بيترول النيجر شركة ترانزيت النيجر وشركة الاتصالات كما مست العملية إقالة المدير العام لشركة البريدة النيجرية شركة الفحم وصندوق النيجري للضمان الاجتماعي